لدينا هنا كاميرا من نوع فيفي تار فيفي كام سنقوم بتفكيكها لعرض كيفية عملها ستضع البطاريات وها هو زر التشغيل بما أن الكاميرا تعمل سوف نلتقد بعض الصور كما يمكنكم رؤية شاشة LCD تعرض ما يحدث أي تتيح لنا رؤية الصور وتضاء شاشة LCD من الخلف بوسط الصمام LED وترمز LCD إلى شاشة العرض باللوري السائل أما LED فهي اختصار لصمام ثنائي البعث للضوء إذن لنقوم بتفكيك الكاميرا إلى أجزاء سوفق جميع البراغي التي تبث نصفي الكاميرا معا سأزيل الجزء العلوي المحتمل أن يكون مصنوع من بلاستيك ABS وهو بلاستيك إكرولي نوتريل أستايرين يوجد إطار مطلي كهربيا يحط بعض السل الكاميرا وهو مثبت في مكانه ببراغي من المحتمل أن يكون هو أيضا مصنوع من الـ ABS المطلي لننقل الآن نظرة على مزاج الكاميرا كيف يبدو ومما تمت صناعته؟ يمكننا رؤية قطعة من الفلاذ المطلي بالكرومو صولة بنابذ زمبركي تنقل الطاقة من الجزء السفلي للبطاريات إلى اللوحة وبالتحديد الجزء الذي يحتوي على التوصيلات الموجبة بينما توجد التوصيلات السالبة في الأعلى سنزيل الآن المسمار لنتمكن من فك المزلاج ويمكنكم تحريك القطعة المعدنية في المزاج للأمام والخلف لرؤية كيف يتحرك مرة أخرى هذا فلاذ مطلي يمكنكم رؤية أربع توصيلات صغيرة سنتحدث عنها بعد قليل لنقوم بإزالة هذه القطعة الخلفية إنها إضافة بسيطة وربما مثبتة بالحرارة وتعتبر هذه طريقة مرخفظة التكلفة للتركيب تحتوي هذه القطعة المعدنية على أربعة نقاط مثبتة بالحرارة لا خواص مغناطيسية ويؤكد ذلك أنها من الفلاذ المطلي سأقوم بفك البراغي المثبتة للإطار البلاستيكي المحيط بالكاميرا الذي يثبت قطعته الغطاء البلاستيكي معا كما ترون هذه قطعة بلاستيك مقالبة بالحق أظن أنها مصنوعة من مادة ال-ABS لكن لا يوجد عليها علامة تعريف بالنوع لذا لست متأكدا تماما ربما من بلاستيك البولي بروبلين أو البولي سترين ها هو زر تشغيل وزر الإطفاء أو بالأحرى زر تشغيل وزر المسرع وتم وضع كلهما فقم فاتح مصفة غشاء للتبديل مثبتة على الحدارة المطبوعة أو بالأحرى على جزء منه موصل باللوحة الرئيسية سنقوم بزارة البراغي المتبقية التي تثبت اللوحة في مكانها نحاول وزارة براغي الحامل الثلاثي لكن يبدو أن أحدهما عالقا لذا سنبقيها في مكانها سأقوم بفصل الجزء الخلفي ولنلقي نظرة على غطاء المفتاحين هنا هذه الأغطية مقالبة بالحقم ثم مطلية أو مثبتة بالحرارة يمكننا رؤية لون الطلاء الفضي تقتضي عملية التثبيت بالحرارة صار الطرف الخارجي للبلاستيك على الجزء الخارجي للغطاء مرة أخرى تعد هذه طريقة منخفضة التكلفة لتثبيت المفاتيح في مكانها ويبقائها فوق مفاتيح مصوفة غشاء التبديل وتستطيع مطابقة الأزرار مع بعضها هذا هو زر التشغيل والإطفاء وهذه أزرار الاختيار التي تمكنك من التنقل بين الصور ويجد أيضا زر خاص بالقائمة وآخر بالتشغيل كما هو موضحا أمامكم فهذا هو ما يحدث عند التقاض صورة في خطوات محددة أولا تقوم هذه العدسة بجمع الضوء إذن لنرى كيفية حدث ذلك يأتي الضوء من الشمس ويصطدم بالشخص الذي سيتم تصويره ومن ثم ينعكس الضوء عنه عبر العدسة ويتم تركيزه على مجلس الصور خلال ذلك يمر الضوء عبر عدد من المنقيات في هذه المرحلة تقوم الفوتونات بنقل المعلومات إنه مجرد ضوء منحكس ينقل البيانات إلى مجلس الصور مرا عبر العدسة والمنقيات لدينا هنا منقي أشعة تحت الأمراء يمنع مرور الأشعة تحت الأمراء بحيث لا تؤثر على الصورة هذا منقي باير للألوان وهو موجود مباشرة فوق مجلس الصور يقوم هذا المنقي بتقسيم المجلس إلى ما يشبه رقعة الشطرنج ويبلغ عدد المربعات ذات اللون الأخضر رفع عدد المربعات الحمراء وزرقاء ويعود ذلك لكون العين أكثر حساسية لبعض الألوان دون الأخرى ويتوح لنا منقي باير إمكانية تتلقي المعلومات الألوان من مجلس الصور كما يجد هناك نوع عام مجلسات الصور جهاز الشحن المزدوج وسيموس والذي يرمز إلى شبه موصل إكسيد الفلز المكمل يصدر جهاز الشحن المزدوج توضاء أقل من سيموس وهو أيضا أغلى قليلا من سيموس لم يتم تثبيت أجزاء المعالجة التماثلية ليست مثبتة على اللوحة بل تم ذلك على خارجها أما بالنسبة لسيموس توجد بعض المكونات أو الترانسستورات التي تقوم بعملية المعالجة التماثلية على اللوحة مباشرة وهي أقل سعر أن تحتاج طاقة أقل وتسبب ضوضاء أكثر وبالتالي تكون جوزة الصورة أقل ولكن هناك عدد من الاستثناءات إذا استخدمت رقاقة سيموس ثمينة أو جهاز شحن مزدوج بسعر قليل فلا تنطبق هذه المعلومة إنها مجرد إرشادات عامة يصدم الضوء بمجلس الصور فيتحول الضوء إلى إشارات كربائية تماثلية يتم إرسالها إلى محول تماثلي رقمي ثم تنتقل الإشارات الرقمية ممثلة بلغة الآلة الصفر والواحد إلى معالج الصور الرقمي ويجد معالج الصور الرقمي في هذه الكاميرا أسفل الشاشة إنه أسفل البقعة السوداء وهو مصنوع من مادة حقا إنها طريقة منخفضة التكلفة لحماية المعالج على أي حال تدخل معالج عملية تجميع الصورة ما يعني أنه يتم نقل المعلومات التي أصدرها منقل ألوان جزئات البكسل ثم تتم معادلتها لتشكل صورة أكثر سقلا ووضوحا يقوم برنامج داخل الكاميرا بذلك يمكنكم رؤية الشعرة بعد تكبيرها من منظور الشخص الذي تم تصويره ويمكن استخدامه أيضا لتحويل الصور لامتداد JPG تجد ذاكرة تخزين معاقة للكاميرا على الجهة الأخرى إنها هذه الرقاقة الكبيرة التي تقوم بتخزين الصور قبل إرسالها إلى متحكم بطاقة الذاكرة أو إلى الدارة المتكاملة هنا وينظم هذا المتحكم سير البيانات المرسلة إلى الذاكرة الوميضية حسنا هذه الشريحة هي الذاكرة الوميضية التي يتم تخزين كل البيانات عليها بالنسبة لهذه الكاميرا بالتحديد تحتوي أغلب الكاميرات على ذاكرة وميضية قابلة للفصل بينما تشكل هذه الذاكرة جزءا من الكاميرا ربما لأن ذلك أوفر من شراء وصلة يمكنك رؤية شاشة LCD إنها الجزء الذي يقوم بعرض الصور وهذه هي وصلة USB بحث يمكنك توصيل كابل من الكمبيوتر وطباعة الصور وهذه طريقة أخرى للحصول على الصورة النهائية يوجد هناك أجزاء أخرى هذه سماعة بيزو تقوم بإصدار صوت عالي التردد عند الضغط على الأزرار ليعطاء دلالة سمعية على أنه تم الضغط على الأزرار بنجاح تم صنع اللوحة من مادة مغلفة بالقماش وفي حالة النظر إلى باقي الأجزاء على اللوحة سنجد صممين ثنائيين ضوئيين أحدهما هنا والآخر هناك ويعطياني دلالة عن تشغيل الكاميرا والتقاذ الصور دعونا نلقي نظرة على جانب اللوحة يوجد لدينا هنا قطعة فضية صغيرة وهي عبارة عن مواقع الكوارتلز يقوم المؤقت بمزاملة جميع الوظائف على اللوحة ويتحكم به المعالج الدقيق بهدف القيام بذلك يمكنكم رؤية المقاومات والمكثفات هنا يشارع المقاومات بالحرف R والمكثفات بحرف C يمكن استخدامها معا لتنقية الضوضاء والتأثير على عملية التوقيت ويمكن استخدامها أيضا لإحماية دارات كهربية ومكونات مختلفة على اللوحة وتعنى هذه المركبات بالطاقة حيث تقوم بنقل الطاقة من البطاريات ويجعلها قابلة للاستخدام يمكنكم رؤية هذه الخطوط يغطي النحاس الجزء العلوي من اللوحة ولكن تم إزالة أجزاء من النحاس في المناطق التي لا تحتاج لتوصيلات سلكية وتم صنع الواصلات السلكية بوسط النحاس المتبقي ويمكنكم إنشاء واصلات بين الأجزاء المختلفة على اللوحة حسنا سنقوم بفتح الشاشة ورؤية ما بداخلها يوجد في داخل الشاشة صمام ثنائي بعث للضوء ومقاومة لحماية الصمام كما وتجد قطعة بلاستيكية شفافة وعاكس أبيض على الجزء الخلفي ويوجد موزع أبيض وهو عبارة عن قطعة دقيقة من البلاستيك هذه أجزاء عاكسة على الشاشة إن جميع هذه الأجزاء مصممة لجعل الضوء يرتد بحيث يتوزع بالتساوي بسبب وجود بقعة ضوئية واحدة يبثها صمام الضوئي نريد التأكد من إضاءة الصور بشكل متساوي في الخلف وتجد جاجة الأي سي دي في الأعلى بين قطعتين من الزجاج تحتوي على الكريستال السائل يمكنكم رؤية ذلك إنه ذلك اللون المضلل تقوم القطعة الزجاجية بعكس ألوان مختلفة يصدرها الصمام الثنائي الضوئي الموجود خلفهما لعرض الصور عند التقاطها أو التنقل بين الصور شكرا لكل الذين قاموا بتزويت تغذية الراجعة بناء على الفيديوهات السابقة ونتطلع دائما لطرق أخرى لتحسين الأداء ترجمة نانسي قنقر